موسيقى قد ساهمت تداعية الأزمة التي يعرفها العالم وتوالي سنوات الجفاف على المستوى الوطني في ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطئ وطيرة النمو الاقتصادي لذا وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة قد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا ورمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التدخم على المستوى العالمي فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاءة اثقة واستثمار للفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفصفات وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتهددة وإذا الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن عدت الحكومة مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وإننا ندعوها للإصراع بتنزيله بالجودة اللازمة وبما يضمن تمثيل تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاجتجابة لمشارع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد واستكمالاً لورش الحماية الاجتماعية ننتظر المشروع نهاية هذا العام كما كان مقرراً في منح التأويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة ونعمل أن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم وستشكل هذه الخطوة إن شاء الله ركيزة أساسية في نموذج التنموي والاجتماعي لسيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها إما في مجال تدبير الموارد المائية الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة فقد حرصنا على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027 وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه ومؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي اللامسول للماء شعبي العزيز